علي من عمان يسأل يقول ما حكم قول علي الحرام يا علي بارك الله فيك أولا لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله قل جل وعلي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم وقول علي الحرام كما يتلفظ بها بعض الناس هذه يعني كلمة اللي هي جملة محتملة لأحد ثلاث معاني إما أن تكون ظهارا أو طلاقا أو يمينا والذي يحدد هذا نية القائل فإذا قال عليه الحرام ويقصد تحريم امرأته كما تحرم عليه أمه فإن عليه كفارة الظهار المغلظة اعتقوا رقبا فإن يجد في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكينا وإذا قصد الطلاق فهو طلاق يعني إذا قيل له ماذا تقصد بقول عليه الحرام يقول طلاق إذن طلاق إذن طلاق هل يقع ثلاثا أو واحدة خلاف بين العلماء والغالب والغالب الذي يقول هذا إنما يعني اليمين يريد أن يمنع نفسه يريد أن يحث نفسه على فعل شيء عليه الحرام إلا يفعل عليه الحرام إلا أنه ما يفعل وفيه كفارة اليمين ولذلك هي ليست قاعدة عامة يقال والله كل من قال لك هذا لا وإنما يستفصل ويستفسر ويستنطق القائل ماذا قصدت بي عليك الحرام إذا قال طلاق طلاق إذا قال ظهار ظهار إذا قال يمين عليك فارة يمين إذا حنث بارك الله فيك